تزامنا مع تغييرات العالمية التي احدثتها الحرب في اوكرانيا حيث يتم اعادة تشكيل النظام العالمي خاصة وان العالم على شفى ركود اقتصادي وتضخم وازمة طاقوية وقيادة امريكا وبيدن شخصيا امام اختبار ناخب الامريكي في الداخل والحلفاء في الصحة الدولية تأتي زيارة بايدن للشرق الاوسط ممرات الشرق الاوسط البائية ضرورية لتجارة العالمية وموارد الطاقة بالشرق الاوسط حيوية للتخفيف من تأثير حرب روسيا على اوكرانيا بايدن اكد مدى حاجة بلاده لحلفاء الشرق الاوسط والخليج خاصة السعودية التي اعتبرها شريكا استراتيجيا تقليديا مبينا انه ساعدها على استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي كما اكد انه سيواصل دبلوماسية مكثفة لتحقيق اهداف امريكا من خلال اجتماعات تعقد وجها لوجها مشيرا الى ان الشرق الاوسط بات اكثر استقرارا وامنا منذ قبل وفيما يخص الوضع في سوريا والعراق جدد الرئيس الامريكي تأكيده على اهمية الحفاظ على التحالف الدولي القائم ضد تنظيم داعش الارهابي لافتا الى ان القضاء على زعيم تنظيم هذه المنظمة الارهابية في سوريا يظهر مدى قدرة الولايات المتحدة الامريكية على مواجهة التهديدة الارهابية انهينا مهمتنا القتالية بالعراق ونقلنا وجودنا العسكرية للتركيز على تدريب العراقيين مع الحفاظ على التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي معدل الهجمات التي ترعاها ايران بالعراق انخفض مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين اما بشأن الازمة اليمنية فنوه بايدا بالهدنة القائمة حاليا والجهود التي افضت الى وضع اسسها موسيقى